نتكلم عن قرار أصدرته الحكومة التركية لمنع الأنشطة الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي على أراضيها هذا القرار الذي أشارت له مصادر صحفية بإبلاغ عدد من المسؤولين في قنوات تخدم توجهات الجماعة والتي تبث من الأراضي التركية وبالتحديد من أسطنبول فما بين الأمس واليوم ما الذي تغير؟ هو سؤال يطرح على الطاولة ولمن يجلس برفقتي الكاتب الصحافي الأستاذ الجاسر حقيقة الله يلا وسهلا يا رحي احتواء فدعم فمنع واستبعاد يعني النموذج اليوم التركي والإعلام الإخواني منذ فترات ما يسمى بالربيع العربي منذ تلك الأيام وهي تنشط أسألك اليوم ما الذي يتغير؟ ما الذي يحدث؟ في تحذيرات في فترة ماضية واليوم يبدو أنه منع وطرت التركية طبعا تعرف أردوغان كان هو النموذج الأخواني هو الزعيم الذي كان يتقدمه الجماعات الإسلامية في العالم العربي على أنه هو النموذج المستهدف في الصورة وهو جزء يعني أو مرتبط به التنظيم لمصالح سابقا فعلا بعد فترة يعني التزوير في الانتخابات المصرية وسيطرة الأخوان عن الحكم كان فيه تسعور أنه فيه نقلة تختلف في المسألة هذا بعد السنوات الطويلة فبدأت لكن من حسن الحظ الصراحة وقفة شعب المصري بالتالي في ثلاثين يونيو ثم تغيير هذا المشهد تماما واستعادة السلطة بالشكل السليم راهن التركية على امتداد هذا التأثير تصورت أنه لا زال هناك زخم ممكن تلعب فيه الفكرة الأساسية في الجانب يعني خدمة هالأذرع كانت لسببين يعني الضغط على مصر والدول العربية الأخرى بتشويه باعتبار أنهم ذول يمثلون الشارع الإسلاميون وشارع عريض في العالم العربي والترويج الأردوغان وهذه تقوم فيها جميع المنصات أو حتى الحسابات الشخصية في قدمة فكرة ونهج الإخوان يعني أي شخصية حتى لو بتأخذ مثلا زي الهارب الدولة مداعح في أردوغان 24 ساعة بشكل مفرط فهو يستخدمهم بهذا الشكل وكان يراهن أنهم سيحدثون تأثير خلال السنوات الماضية ظهور قنوات والضغط وأنها ستكون مؤثرة نكتب عن إشكالية في الثنين أردوغان لا يمكن يعني يحققها الخدمة إذن أن الجماعات هذه بطبيعتها طبيعتها التكفيرية التفكيرية عفوا ونمطها غير قادرة على التأثير في الآخر هي عادة تخاطب نفسها جميع مؤسساتها يعني استعدها الخطاب تخاطب الجمهور الخاص فيها ولم تستطيع تحقق يعني تنتشر يعني أو تصل تصنع تأثير في الرأي ولم تصل حتى في مصر هل هذا سبب أم هي ورقة واحترقت أم تغيرت الأهداف والمصالح لتركيا هذا جانب بس أنه يعني تركيا عندما وصلت إلى نقطة الاختناق لنقل وشعرت أنها معزولة كليا بدأت تتقرب من المملكة بدأت تتقرب من مصر كان جزء من السلطة المصرية أنه يعني لا يمكننا مثلا ندخل في فكرة إعادة انعاش العلاقات في ظل هذا البضاء يعني نحن ما ننسى أنه كان أردوغان يطلع في خطابات ويضع شي عراب مثلا وهو زعيم دولة المساقلة يعني كان تفكير شعبوي جدا يعني في المقام فعندما دركت تركيا يعني خياراتها محدودة وهي تعاني كالماسك لم تعد دائما على فكرة الجماعات هذه تستخدم مثل الجماعات اليسارية سابقة ومثل الجماعات النظرية تستخدم حسب المصلحة وإذا انتهت الورقة نعم فبالتالي ولم تحدث تأثير يعني لم تستطع خلال السنوات الماضية كلها أن تحدث أي تغيير بأي شكل من الأشكال بالعكس الشعبية تهاوت القابلية للجماعة هذه في أعلم السوال الفرد العادي تراجعت بشكل كبير بالتالي أصبحوا أصبحوا عب عليها يعني في هالمرحل واضطرت لتصفيتهم من أجل كسب مصر طبعا تحاول هي المصر يمكن أنا ما أدري بس أعتقد المصريين ضغطوا بشدة على إكفالها الملف يعني كانوا يمكن يفكرون الأتراك أنهم يزيحونها جانبا ثم يعدون استخدامها كورقة على أنه لا وجود لتلك الأهمية أو الأثر والتأثير إذا ما تكلمنا عن هاربين البعض منهم مجانين البعض منهم لا يملك الإنشاء لا يوجد موضوع في الخطاب الصحفي أو الإعلامي الذي تقدم تلك القنوات هل تلاحظ أنه ممكن هذه العوامل أدت إلى أن الأتراك يمكن أن يصلون إلى مرحلة أنه لا فائدة من الموضوع أنا أعتقد لو صار أي رئيس آخر يمكن أو تغير مثلا لو صار مثلا انتخابات 23 في تركيا وجاء رئيس آخر يمكن يلغي هذه المسألة لأنه لا مردود يعني في الجانب السياسي وفعلا أحب غيره وبعض منهم مطلوب أيضا مطلوبين يعني فيها أشكالات متعددة الأتراك اليوم دارت أردوغان تحديدا عندما شعرت أنها في المازق بدأت تصفي يعني لا يشكلونهم قيمة تأثير هم حتى كان فيه امتياز ومدعومين دعم مالي مهول يعني تركيا لم تكن تمول أيضا تركيا كانت تسخدمهم كمنصة ما يبقى يعني اللي كانت تنفق عليهم هم كانوا بالعكس يمكن تشكلونهم داخل اقتصادي كانت تشكلهم وظنوا تتأكد أنه ورقة تهدد فيهم على المستوى السياسي وعلى المستوى العلامي لكنه لم تنجح طوال السنوات الماضية في أي شيء يعني لو راقل فبدأت تتراجع معظمهم طبعا كما قلت المصنفين إرهابين من بس على قوائم مصرية على قوائم دولية لهم سجلات سيئة حتى الاحتفاظ فيهم صار نعاكس سلبا على تركيا ما حد عند تركيا خيارات مضطرة لكن هو أصلا معد الجماعة نفسها لم تعود حتى لو انتقلت هذه القنوات إلى مكان آخر ليس لها تأثير أصلا هل ترى وأختم معك هذا السؤال سيد جاسر أنه هل ترى اليوم دعم الدول للأيديولوجيا السياسية والفكريية اللي ممكن تكون موجودة في المنطقة زمن وانتها لم يعد الناس أنا أضربك مثلا في المثال ترى مثلا تويتر لما بدأ مشايخ الصحوة يدخلون تويتر الناس اكتشفون فيه عالم آخر مختلف لا يفقهونه لم تعد ذلك تركيا القدسية لهذه الصوات التي كان أنه يعطي فيه محاضرة ويلقي بدأ الناس تغيروا الناس تبعبون اليوم الناس شاركون في المساعد ليس مجرد جمهور صامت مستمع نعم ما حد لها قيمة بالشكل الناس لا يفكرون بهذا الشكل لم تعد هالنبرات والخطابات والأيدولوجية بأشكالها المختلفة ومنها الخطابة الإسلامية وخاصة لتمثل جماعة الأخوة المسلمين مغرية للناس ونشاطاتها وسمعتها السيئة أيضا نعم اليوم العالم حتى الإسلام يحتل مجتمع منطقة الشرق الأوسط نحو التنمية وهذا توجه ملحوظ شكرا لك سيد جاسر الجاسر الكاتب الصحافي نمورتنا اليوم شكرا شكرا لكم مشاهدينا وعودة من جديد يا اليو تربيد